لقمة القاضي أو الداتلي باللغة العامة واحدة من بين أشهر الحلويات الشعبية التي يكثر الإقبال عليها في شهر رمضان الفضيل دائما ما يتعرض الصائم إلى هبوط في معدل السكر في الجسم وعلى هذه الأساس يحتاج إلى تعويضها بعد وجبة الإفطار ولقمة القاضي إحدى أهم هذه الحلويات صناعة هذا النوع من الحلويات ليس بالأمر الصعب ونجد الإقبال عليها بصورة كبيرة خلال أيام شهر رمضان الكريم نحن نمارس هذه المهنة منذ أعوام رمضان في السليمانية له نكهة خاصة ويدخل ضمن ذلك اعتياد الأهالي على تناول لقمة القاضي بعد يوم شاق طويل من الصيام وعداء الأعمال حقيقة لقمة القاضي تجذب الناظر لها وخصوصا الصائم خلال شهر رمضان الكريم ونحن اعتدنا على تناولها منذ عدة سنين أهالي السليمانية اعتادوا على تناول هذا النوع من الحلويات الشعبية المعروفة لدى الكثيرين وأنا أمارس هذه المهنة منذ سنوات فقد ورثتها عن أجداده لبرنامج صباحات رمضانية ما حكمت السليمانية ترجمة نانسي قنقر